رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصة الإقضبية صباح اليوم وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خالص التهني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى بمناسبة يوم قوة الدفاع البحرين مشيدا سموه بالدور الكبير الذي تطلع به قوة الدفاع البحرين التي رعاها جلالة الملك تأسيسا وجاهزية وتطويرا كدرع واق لحماية الوطن وحفظ مسيرة النهضة والذود عن حياضه والسهر على أمنه واستقراره وصونا لمنجزاته ومكتسباته منوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكفاءة قوة الدفاع البحرين قائدا ومنتسبين وبما تتمتع به من جاهزية واستعداد واكبا للعصر تسليحا وتأهيلا يبعث على الفخر والاعتزاز بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإعلان عن جائزة الملك حمد بن عيسى الخليفة لتمكين الشباب العالمي من مقار الأمم المتحدة باعتبارها مبادرة نبيلة تخدم غايات أممية سامية أساسها دعم أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية الدولية التي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في العام 2015 والتي تهدف للارتقاء بالشباب العالمي وتهيئة الأرضية المناسبة لهم من خلال خلق فرص لتمكينهم في مختلف الدول والثقافات بسبب بسبل مبتكرة وفعالة وحث الدول على الاهتمام واحتواء الشباب منوها سموه بدور جائزة الملك حمد لتمكين الشباب العالمي في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الأولى من نوعها الموجهة للشباب وفي هذا الصدد عرض سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة تقريرا بهذا الشأن بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بزيارة التي سيقوم بها إلى البلاد بدعوة رسمية من حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدة فخمة رئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين ومعززة للتعاون البناء بينهما متمنيا لضيف البلاد الكبير والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد إلى ذلك فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الموقف التنفيذي لبعض المشاريع التنموية ومشروعات البنية التحتية بمحافظة المحرق ومنها مشروع سعادة التطويري الذي يربط سوق المحرق التاريخي بواجهة عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية والتجارية حيث وجه سموه بالإسراع في تنفيذ المشروع أعلى بطرحه في مناقصة عامة تمهيدا للشروع فيه فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كذلك بسرعة تطوير شارع ريغة الذي يربط قرى قلالي والسماهيج والدير وإتمام الخدمات واستكمالها في هذه القرى الثلاث وقد أحاط معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المجلس بالموقف التنفيذي لمشروع سعادة من حيث التصميمات الفنية والهندسية والاستملاكات الضرورية لربط الجزء الغربي بالجزء الشرقي من المشروع وأنه يسير بحسب البرنامج المعد لذلك فيما عرض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أخير المراحل الفنية والهندسية بما فيها الاستملاكات اللازمة لمشروع تطوير شارع رية والذي سيتم الشروع فيه حين إقرار الميزانية المقبلة بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها من القرارات ما يلي أولا قرر مجلس الوزراء توسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار لتشمل أيضا منطقة شرق مدينة سلمان الصناعية بالحد وأن تطبق على الشركات المقامة فيها ذات الحوافز الممنوحة للمستثمرين ولجميع المشاريع القائمة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار المتعلقة بالضمانات الضربية والبحرنة والإيجارات وتسهيل الحصول على الخدمات يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع الإرادات غير النفطية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتنمية القطاع الصناعي حيث جاء ذلك في ضوء المذكرة التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ثانيا تعزيزا لتنفسية مطار البحرين الدولي في المنطقة وتأصيلا لدوره كمطار محوري رئيسي فيها وتشجيعا لشركات الطيران العالمية التي تتخذ من هذا المطار منطلقا لعملياتها ولجذب المزيد منها فقد قرر مجلس الوزراء تمديد الحوافز والمزايا التي يقدمها لهذه الشركات لمدة سنتين قادمتين وكلف المجلس سعادة وزير المواصلات والاتصالات باتخاذ ما يلزم ثالثا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى تباني المزيد من المبادرات التي تدعم تطوير القطاع التجاري عبر تسهيل وتبسيط منظومة الإجراءات وتقليص التداخل والازدواجية في الإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص التجارية وقد عرض سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ضمن هذا السياق تقريرا تضمن مؤشرات أداء الجهات الحكومية في نظام الترخيص التجارية ومنها نظام سجلات الذي أسهم في تحسين تصنيف مملكة البحرين ضمن تقييم البنك الدولي للدول الأكثر مرونة في بدء الأعمال التجارية رابعا استعرض مجلس الوزراء أهم مؤشرات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتدريب للعام 2016 والتي أظهرت نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار نسبة البطالة السنوية في الحدود الآمنة عند مستوى 4% رغم تحديات الظروف الاقتصادية وتوفير 5885 شاغرا وظيفيا وتوظيف أكثر من 22 ألف مواطن في العام 2016 وارتفاع المتوسط العام للأجر الشهري للموظفين في القطاع الخاص بنسبة 3.3% وقد أعرب مجلس الوزراء عن الارتياح لقدرة الاقتصاد البحريني على خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين والحفاظ على نسب البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية خامساً طلع مجلس الوزراء على تقرير حول المؤشرات الاقتصادية التي سجلت خلال الفصل الثالث من العام 2016 والتي كان من أبرزها تحقيق النتائج المحلي بل الناتج المحلي الإجمالي تحقيقه نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وزيارة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية من نسبة 2.7% عن العام 2015 والترخيص لتسعة وثلاثين مشروع صناعياً وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة